معنا في الأستوديو سيدة ديالة شحادة المحامية والناشطة الحقوقية مرحبا بك سيدة ديالة أهلا وسهلا لفت انتباه ما قاله الفريق القانوني الأمريكي الذي جاء يدافع عن إسرائيل وبما أن الفلسطينيين جاءوا يقولوا هذا احتلال غير شرعي نطالب بالمحكمة أن تقول أن هذا احتلال غير شرعي ويجب أن يتوقف هذا الاحتلال جاء للمندوب الأمريكي يقول لا يوجد في القانون الدولي فترة زمنية للاحتلال بمعنى أنه لو بقي هذا الاحتلال لفترة طويلة يبقى بالنسبة له شرعية تماما مثلما لا يوجد في القانون الدولي ما يعطي فترة مهل زمنية لأشكال من النزاعات المسلحة على سبيل المثال القانون الدولي لا يشرع مثلا الحرب وإنما يحاول إدارتها هو لا يقول صراحة أن النزاع المسلح ممكن هو يقول أنه لا يجوز ضمن النزاع المسلح ارتكاب انتهاكات معينة ويقول أن من حق الدول أن تدافع عن نفسها أي أن تستخدم القوة لدفاع عن نفسها ومن هذا المنطلق فإن الاحتلال قد يأتي بكإجراء مؤقت في إطار رد دولة للعدوان القائم على دولتها سواء انتلاقا من دولة أخرى أو من مجموعة مسلحة موجودة على رد دولة التي تقول تفقية جينيفا رابعة تقول أن الاحتلال ليس إلا حالة مؤقتة ومن هنا يقول الفلسطينيين هذا أكثر من سمعين عام هذا الاحتلال وله تداعيات على الأرض وهذا ربما الذي سنتحدث عنه لاحقا لكن ما أراده الأمريكيون هو أن يقولوا لا لا يوجد تحديد زمن يبتل هو يستطيع أن يبقى الوضع الأمريكي برأيي علق على نقاط هامشية وخرج عن صلب الموضوع لأن صلب الموضوع هو في الأساس السؤال المتعلق بالتداعيات القانونية للممارسات الإسرائيلية ممارسات الإسرائيل كقوة احتلال على المواطنين والشعب الفلسطيني وتأثير هذه التداعيات القانونية على المجتمع الدولي وليس فقط يعني مبسط للناس ما المقصود بالتبعات القانونية على الناس من هذا الاحتلال التبعات القانونية لقوة الاحتلال على الناس هي الجرائم التي ترتكبها قوة الاحتلال والتي تفلت من عقابها بسبب الاحتلال لأن الاحتلال يعني السيطرة على مؤسسات الدولة مؤسسات الدولة التي تتعرض للاحتلال أجهزة دفاعية التي تتعرض للاحتلال والحريات والحقوق الأساسية للبشر المتعرضين للاحتلال وأي الحقوق التي كرسها العنان العالمي من حق الحياة بالحق التنقل بحق السعبير بحق المعتقد وكل ذلك وقوة الاحتلال المؤقت مجددا حين يدكر القنون الدولي أن قوة الاحتلال مؤقت ولا يقول أن الاحتلال مشروع ويقول أنه ممكن أن يكون هناك احتلال من دولة لأراضي دولة أخرى في إطار نزاع مسلح ولكن حين اللحظ أنه مؤقت فهو بشكل ضمنين يقول أنه غير مقبول أن هذا الاحتلال سيتحول مع الوقت لحالة مكرسة دائمة على غير لأنه يصبح حالة من الضم في نهاية الأمر وتختفي الأراضي المحتلة مع التذكير لابد من التذكير بأنه في تلك المرحلة يعني مع صدور هذه الاتفاقية كان لم يزل هناك أشكال من الاستعمار في دول مختلفة اتخذت مساميات مختلفة كالوصاية أو الانتداب فكان لابد بلية الاتفاقيات التي بالنهاية تشرف على صياغتها الدول الكبرى أن تتأثر بالصياق السياسي الموجود ولكن القوانين الدولية والاتفاقية الدولية والنظام السياسي تغير منذ تلك الفترة منذ حوالي ثمانين عاما بحيث صار وهدم كرسته أيضا اتفاقية رومال منشئة المحكمة الجنائية الدولية التي عرفت العدوان من دولة على أخرى كل مس بسيادة الأراضي وهو ما نصت عليه أيضا شرعة الأمم المتحدة لجهة سيادة الدول وعدم الجواز بمس بها وبالتالي فإن الوافد الأمريكي إنما حاول بلحظه وتفسيره الركيك والمشوى لهذه النبدة في اتفاقية جنيف حاول أن يقول بما أنه ليس هناك إماطة لأمد الاحتلال وبالتالي لن أتناول أي من المسائل الأخرى التي وقعت في صلب السؤال الاستشاري الأساسي المطروح الذي مجددا يقول ما هي تدعيات القانونية الناجمة عن الانتهاكات المستمرة للإسرائيل لحق الدفاع عن النفس بما في ذلك انطلاقا من امتداد أمد الاحتلال بما في ذلك التدابير الآيما إلى تغيير الديمقرافي والقوانين المتعلقة بالتمييز العنصري وتأثير كل ذلك على المجتمع الدولي ككل ليس فقط على الفلسطينيين من كل هذا السؤال لم يجد الوافد الأمريكي شيئا يمكن أن يستند له في القانون الدولي نبذة بسيطة فطفاضة لا ترتبط بهذا السياق مجددا مجددا خطابه المتكرر حول الأمن المزعوم لإسرائيل التي هي حقيقة من يهدد السلم والأمن الأقليميين والدوليين منذ عقود المترجم للقناة